اشتركوا في القناة كانت تحديات كبيرة ومنافسات شيقة وعملاقة شاهدنا من خلالها شعارات واسم عملاقة الشوط الأول الرئيس يذهب لهجن العاصفة مع وجود هذا الاسم حيث كانت الشاهينية قطعت المسافة ب12 دقيقة 16 ثانية 6 زامن الثانية تهنين الهجن العاصفة وإلى غياث الهلال وجماهير هجن العاصفة على هذا الفوز والانتصار بينما شوطنا الثاني حضر من خلال هذه اللحظات شاهين التابع لهجن الرئيس بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي قطع المسافة ب12 دقيقة 42 ثانية وثمان أجزاء من الثانية ليفوز بناموس هذا الشوط أما الشوط الثالث حضرت شواهين لهجن الرئيس بقيادة المضمر المجاسف محمد بن عتيج بن زيتون لمهيري قطعت المسافة ب12 دقيقة وثمانت عشر ثانية وستة أجزاء من الثانية بينما الشوط الرابع كان شاهين التابع لهجن أو شاهينية لهجن العاصفة حيث انتزعت الناموس والمركز الأول لتسجل التوقيت الأفضل ب12 دقيقة 11 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية تهانين الهجن العاصفة وإلى غيات الهلالي وإلى جماهير هذا الشعار الملكي الشوط الخامس نذهب إلى الشاهين لهجن الرئيس بقيادة المجاسف محمد بن عتيج بن زيتون لمهيري قطع المسافة في توقيت زمني بقياسة 12 دقيقة 41 ثانية وجزء واحد من الثانية لينتزع ناموس والمركز الأول بينما دوليب مشاهدين الكرام انتزعت شوطنا السادس في هذه الانطلاقات الصباحية لهجن الشحانية قطعت المسافة 12 دقيقة 14 ثانية وثمانة جزامنا الثانية والتهنية لهجن الشحانية والقامين عليها وللمضمر سالم بن فاران المري الشوط السابع حضر مبعد لهجن الشحانية كذلك بقيادة المضمن محمد بن خالد العطية الحوت منتزع ناموس هذا الشوط بـ 12 دقيقة 48 ثانية وثمان أجزاء من الثانية الشوط الثامن نذهب إلى الشاهينية التابعة لهجن الرئيس بقيادة الفيلسوف أحمد بن مطر من مايد الخيلي تقطع المسافة 12 دقيقة 14 ثانية وجزءين من الثانية لتشاركنا الحفلة والانتصار في هذا الصباح أما الشوط التاسع حضرت النصيبة بشعار سمو الشيخ سيب بن خليفة بن سيفان الهيان بـ 12 دقيقة 19 ثانية وثمان الأجزاء من الثانية بقيادة المضمن سعيد بن مبارك الوهيبي مع سلالة الوسمي نسير إلى المركز العاشر حيث يأتي شاهين التابع لهجن العاصفة منتزع ناموس بـ 12 دقيقة 19 ثانية أربعة أجزاء من الثانية والتهنية لغيات الهلالي على هذا الانتصار المستحق أما الشوط الحادي عشر الشواهين لهجن الرياسة بقيادة المجالس محمد معتيج وزيتون مهيري قطعت المسافة 12 دقيقة 19 ثانية بالوفاء والتمام والكمال وسلالة جبار ولد النصيبة بينما مشاهدين الكرام نذهب إلى الشوط الثاني عشر ليأتي شاهين لهجن العاصفة محققاً للمركز الأول بـ 12 دقيقة 50 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية أما الشوط الثالث عشر نذهب إلى أسرار الهجن الشحانية ونقطة ثالثة يضيف هذا الشعار بقيادة المضمر جابر بن سال مفاران المري قطعت المسافة 12 دقيقة وسبعة عشر ثانية بالوفاء والتمام والكمال شوط الختام ذهب المشاهدين الكرام كذلك الهجن الشحانية لكن هنا مع عرجان بشعار سعادة شيخ أحمد بن خليفة الثاني وقيادة المضمر عبد الرحمن الكبيسي قطع المسافة 12 دقيقة وتسعة واربعين ثانية وجزئين من الثانية تهنين ونموس على هذا الفوز للجميع في انطلاقات هذا اليوم المستحقة ومن خلال مشاركة الشعارات الماضي